يستمر تدهور قيمة الدنار مقابل سلة العملات الأجنبية في السوق الموازية خاصة الدولار الذي بلغ سعر صرفه قرابة ثمانية دنانير وربعا في تعاملات السوق الأحد قبل أن يستقر على ثمانية دنانير هذا التدهو ليعزى بشكل كبير إلى الصراع على إدارة مصر في ليبيا المركزي الذي لم يشهد حلا ينهي الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر رغم تدخل بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية ورغم إعلان إدارة مصر في ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي إنهاء حالة الجمود في استخدامات النقد الأجنبي لصالح زبائن المصارف التجارية سواء للأغراض الشخصية أو التجارية وإصدار بيانات تشير إلى تجاوز معدلات الإنفاق مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي لأن المراقبين شككوا في هذه الأرقام في ظل استمرار رفض المصارف الأجنبية التعامل مع المركز الليبي بسبب النزاع القائم يقول المراقبون التأثيرات على السوق الموازية جاءت عكس التوقعات حيث ارتفع سعر الصرف بشكل ملحوظ نتيجة لقلة المعروض من العملات الصعبة الأزمة أيضا تلقي بضلالها على السوق التجارية حيث يتسع الركود وترتفع معدلات التضخم التي ربما تجاوزت اليوم الأربعين بالمئة أفقا لتوقعات شبكة ليبيا للتجارة بوزارة الاقتصاد وفي ظل ذلك يزداد صوت المواطن الشاكي من قلة السيولة وتآكل قدرته الشرائية يبقى السؤال هل يسمع المتنازعون على السلطة النقدية هذه الأصوات مع اقتراب اجتماع جديد لحل أزمة إدارة مصر في ليبيا المركزي